افتتح سعدة السيد جميل بن محمد علي حمادان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض البحرين السادس للتعليم والتدريب الذي يأتي هذه السنة بمشاركة حوالي 40 مؤسسة تعليمية وتدريبية ويهدف المعرض إلى توفير جميع الحلول والخيارات أمام الخرجين المقبلين على الحياة الجامعية انطلاقا من أهمية استمرار تطوير وتحسين مخرجات المؤسسات التدريبية والتعليمية في مملكة البحرين لإعداد كوادر وطنية مؤهلة حسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل يأتي معرض البحرين السادس للتدريب والتعليم ليقدم الحلول والخيارات المختلفة لخرجي الثانوية العامة وكذلك المهنيين الراغبين في الدورات التدريبية الاحترافية هذا المعرض واحد من المعارض المتخصصة التي تساعد على توجيه الطلبة للتعرف على المجالات والتخصصات والمهارات المطلوبة لسوق العمل تنوع الكليات وتنوع التخصصات أمر مذهل وقاعد يتطور بسلوب سريع جدا فواحد من هذه الوسائل هو لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل هو مثل هذه المعارض ما يقارب الأربعين من مختلف مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب والأكاديميات المهنية المتخصصة من داخل البحرين وخارجها اجتمعوا اليوم في المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام نحن طبعا كغرف التجارة صناعة عجمان نضم تحت مظلتنا ثلاث جامعات كبيرة موجودة في إمارة عجمان ونشارك في هذا المعرض من عجل الترويج لهذه الجامعات ومحاولة استقطاب طلبة للدراسة في هذه الجامعات بما أن نحن يمكن الجامعات الموجودة في إمارة عجمان قريبة من دول مجلس التعاون فبالتالي مملكة البحرين من الدول التي نحن مستهدفين من خلال استقطاب الطلبة لدراستهم في إمارة عجمان مشاركتنا اليوم في أديو تكس هي مشاركة جدا مهمة لأننا نلتقي فيها بالطلبة اللي حابين يكملون دراساتهم عن طريق المعهد طبعا المعهد يقدم برامج مختلفة منها برامج أكاديمية ومنها برامج تكون احترافية شهادات احترافية ففي عندنا أكاديميك وفي عندنا بروفشنل كواليفيكيشنز طبعا هذا المعرض مهم جدا وهذه السنة السادسة التي تشارك فيها جامعة العلم التطبيقية ونحن رعي زهبي للمعرض وهذا يساعد الطلاب على اختيار اخلصاصات المناسبة لسوق العمل معرض البحرين للتدريب والتعليم يأتي كأحد مبادرات القطاع الخاص التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية سواء للخريجين الجدد أو ممنهم على رأس عملهم تعزيزا لثقافة التدريب المهني والتقني كما تدعم هذه المبادرات موقع البحرين كمركز اقليمي للتدريب عبر استقطاب المزيد من مراكز التدريب والتعليم النموذجية الملتزمة بالمعايير الدولية سارة البدري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين